سنشهد العديد من اللحظات السعيدة في المسلسل لأن هانجر سترى أخيراً حب جيهان وستمنح هانجر جيهان فرصة في الحب في الحلقة الأولى من الموثب المقبل سترزق هانجر وجيهان بالطفل في الواقع إذا كانت هناك مفاجأة في المسلسل فسنرى هانجر حاملة في الحلقة الأولى من الموثب الجديد لذلك سوف تحمل هانجر فجأة من جيهان سوف تصبح هانجر وجيهان زوجين حقاً في الواقع لن يكون هناك الكثير من المشاهد الشريرة في الموثم الجديد من المسلسل فبدلا من مشاهد الشر في المسلسل ستبقى مشاهد الخير والحب على جدول الأعمال لأن كاتب سيناريو المسلسل سيقدم لنا جميع مفاجأة كبيرة هذه المفاجأة لكاتب سيناريو المسلسل ستكون بمثابة نهاية لكل الشرور في المسلسل لأنه حتى لو قالت ميقدر إنها لا تريد الطفل هانجير فإنها ستربي حفيدها كطفل رضيع بمعنى آخر ستتسالح ميقدر أخيرا مع قضية هانجير وتضع حد لأعمالها الشريرة لكن بيزا ستفعل أشياء سيئة لهانجير وطفلها أثناء وجودها في القصر إذا لم يتم فهم أفعل بيزا الشريرة فسوف تموت هانجير وتترك المسلسل ولكن بما أن دور هانجير سيستمر لموسم آخر فلا يمكن توقع وفاتها في الوقت الحالي فمن سيأتي إلى المسلسل في حلقة الموسم الجديد من المسلسل دعوني أجيب على هذا السؤال على الفور سيأتي بعد الممثلين الجدد إلى المسلسل أول هؤلاء الأشخاص هو شقيق جيهان شقيق جيهان شخص خطير للغاية نظر تقم المستشفى إلى رجل في غرفة المستشفى وقال هذا الرجل غني جدا ولكنه سيء اللحظ كما أخبر صديقه الموظف في المستشفى أننا سنسمي هذا الرجل غريب في الموسم المقبر سيبدأ غارب العيش في الخسر في الواقع سوف يقع غارب في حب هانجر بشكل هوثي ويهدف إلى الحصول عليها إذا لم يكن جيهان حاضرا فسوف يفقد هانجر إلى الأبد لكن من المستحيل أن يحدث شيء كهذا لأنه لن يتمكن أحد من الفصل بين جيهان وهانجر ستكون هانجر وجيهان سعيدين إلى الأبد بطفلهما تم الإعلان عن موعد الموسم الجديد من المسلسل موعد الموسم الجديد من مسلسلنا سيكون يوم السبت 7 سبتمبر حلقات رائعة تنقدرون مع صدور حلقات جديدة من المسلسل لأنه من ناحية سنرى حب هانجر وجيهان ومن ناحية أخرى سيتم معرض مشاهد الطفل في المسلسل